لو تشوفي كيف جدي فوات حاله بنص الموضوع كان لازم تكوني معنى عن جد ما كنتم صدقى صحي تذكرت اذا بدك فيني ارجع ارسموني من جديد شيلينا من سيرة الدونجوان حكمات خبريني انتو صلحتوا الموقف مع عمار وشو عملتي انتي ومراد اي صحي فيك تقولي انو في تطور بهاي القصة وقررنا ننتقل للمحكمة مشان نحل المشكلة كيف؟ اشتكيتوا بالمحاكم على عمار؟ اكيد لا ليش وعلاقات عمار بحكي رح نرفع دعوة على بعضنا مشان نطلع شو رأيك؟ ستايل الفستان موضعبت كأنو في شي غلط معا ريلي فاني بحب طريتك بالحكي وانتي عم تنكتي عن جد غريبة كيفيك فجأة بتزيسي الكلمة ضحكتيني ممعقول نورا انا ومراد رح نطلق صراحة انا يلي رح اطلقه لانو الهلأ مقابلاني طلقني يه؟ لا تضحكي انا جدا عم بحكي عم قلك رح نطلق هاي شغلة ما بينمزح فيها اوكي طلعي فيني اذا قلتلي انو في فضائيين بره عم يلعبوا طبعا ما رح صدقك وانتي ما بتصدقي اذا قلتلك اني رحت وشتريت تياب من التنزيلات نو وي يعني ليش بقى يا عمري تعرفي كم واحد بيعرفوا متأكدين انكن ما رح تطلقوا مليون واحد انتي ليش مانك من نون ما بعرف لانو ناوية بالاخير طلقوا لا هاي قمبلت الموسم ميسر اند ميسز رموش رح يطلقوا جود باي جود باي نوران انا بدي اعتذر منك نوران بها الفترة في مين سرقلي علي وما عم يخليني فكر انا حكيت مع عمار بي واعتذرت منه كمان على سوق التفاهم وبمشروع حكاية الشطاء رح نستعمل لقماش تبعه واو الاستاذ الكبير عم يكبر مع الوقت مصعوق عن جد ما فهمه يعني تصالحنا يعني اين عم صالحنا ما انت حبيب قلبي ما بقدر ضل زعلانة منك لانو ايه 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 لاكي نوران وصل للمحامي تبعي نرجع بعدين ما نكمل اوكي شو صارلي نوران تركيني نوران خلاص بقعي اه لا لكن تركني ايه